اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا الاذب الذي تعلمناه من خلال هذه الاية العظيمة ان احنا ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي وانا فهناك تهديد بان الانسان ممكن يحبط عمله وهو لا يشعر اذا رفع صوته فوق صوت النبي احنا الان ممكن نلاقي ناس ما بترفعش صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي مش موجود صلى الله عليه وسلم وانما سنته هي اللي موجودة بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لكن ممكن نلاقي ناس بترفع صوتها ورأيها فوق صوت ورأي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه ناس ممكن تكون مش عكبها سنة النبي ولا كلام النبي في بعض الناس كده ربنا عافينا عافيكم اصحاب قلوب مريضة تقوله النبي بيقول يقولك بس ده كلام ده كان زمان تقوله بس النبي امر يقولك يؤمر كان في زمن واحنا في زمن تاني وهو لو النبي كان عايش في زمن الانترنت والفضائيات كان وكان 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 يقول كلام طبعا ما ينبغي ان يقوله مسلم فشوف الاية بتعلم الصحابة والامة كلها الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اصلا مش هيسمع الكلام ده الا واحد قلبه امتلأ بالايمان يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فان كان المولى عز وجل بيقولك ما ترفعش صوتك فما بقى ولا ما ينفعش ترفع رأيك يعني لما اجا اقولك ايه تخيل كده يعني مثل بعيد جدا جدا احنا عادين مع بعض فانا معايا مثلا الف جنيه حاطيته مع طرابيزة فبقولك ما تاخدش ولا مليم من الفلوس ديت فكgomين ان انا بقولك ما تاخدش ولا مليم ده من باب اولى بقىавай انت ما تاخدش مية جنيه ولا تلة اربع الفلوس الموجودة ولا الفلوس كلها ده انا بقولك ما تاخدش ولا مليم فالمولى عز وجل بيقولك صوتك ما ترفعش فوق النبي فمن باب اولى بقى لا ترفع رأيك على رأي النبي ولا تقول انا مش عجباني سنة النبي ولا تقول ولا تقول الكلام ده كله لا ينبغي ان يكون له مسلم على وجه الارض ابدا فطبعا ورد في أسباب نزول هذه الآية الكريمة ورد الحقيقة السببين في غاية الروع والجمال السبب الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال وشوف بقى لما تخيل بقى شوف الكلمة هجيبت الشكل بيقول كاد الخيران أن يهلك كاد الخيران أن يهلك مين هم الخيران لما أبو بكر وعمر إيه اللي حصل معقولة أبو بكر ممكن أنه يكاد أن يهلك معقولة عمر رضي الله عنه ورضاه وأبو بكر رضي الله عنه ورضاه معقولة عمر كاد أن يهلك تخيل حضرتك الكلمة قالها ابن أبو مليكة بيقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر إيه اللي حصل لما جاء وفد بني تميم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال عمر لا يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد هم مرش حاجة وحشة ولا أي حاجة بس كل ما في الأمر أنهم صوتهم رفعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم صوتهم عالي شوية فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبو بكر هم قالوا حاجة غلط في كلمة بزيئة طلعت في حاجة غلط اتعملت أبدا كل ما في الأمر الصوت اترفع شوية مع أن هم ما كانوش بيرفع صوتهم في صوت النبي كنوع من أنواع الجدال أو كنوع من أنواع المناظرة إلى غير ذلك ده مجرد بس بيشوروا على نبي عليه السلام ده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان وده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان بس كده فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تخيل عمر بن الخطاب اللي أمنا عائشة بتوصفه بتقول كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا ماشي أسرع كل حاجة كتواضحة عنده جدا ورغم ذلك بعد الموقف دوت وبعد من رزة الآية ديت بقى عمر بن الخطاب لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار حتى يستفهمه النبي يعني يقول الكلمة وبعدين النبي يقول له بتقول يا عمر يعني واخذ بال حضرتك يقول له بتقول يا عمر فيستفهمه فيعلي صوته سننا الغير عشان النبي يسمع عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب شفت قديه يعني من جرد فقط إن الآية تنزل خبالك عملك ممكن يحبط وأنت لا تدري على طول في ساعتها الامتفال العجيب جدا عمر بن الخطاب يوط صوته خالصا لما يكون عايز حاجة يقول له يا رسول الله كنت عايز كذا 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 فالنبي يقول له بتقول يا عمر بعد ما كان عمر بن الخطاب صوته عالي جدا للدرجة اللي أبعى سمع حالا يقول له اخفض صوتك يا عمر سبحانه الملك شيء عجيب جدا على كم الامتفال العجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الثاني من أسباب نزول هذه الآية الكريمة سبب رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك قالناه لما نزلت تلك الآية ودي بيسموها مناسبة نزول لأن يعني بالنسبة للحدث الذي حدث الأبيبات له عمر هما حصل الموضوع فنزلت الآية أما ثابت ابن قيس فهو الحدث بتاعه حصل بعد نزول الآية لما نزلت تلك الآية فثابت ابن قيس طبعا عارفين حضراتكم ثابت ابن قيس ما شاء الله صاحب صوت قوي جدا جدا وكان ليه أسلوب مميز جدا في الخطابة ولذلك كان النبي على السلام طبعا عارفين النبي كان يعني يختار الرجل المناسب ويضعه في المكان المناسب فالنبي لما كانت بيجي له الوفود طبعا معروف أنه من ضمن التقوص اللي كان بتتعمل لما يجي وفد داخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان الوفد أم أوم واحد يخطب خطبة عصماء يعني عشان يوضح مثلا وخبال حضرتك بيقدم الوفد بتاعه بيقول احنا جايين ليه وبنطلب ايه وجايين بنمتفل لأمر الله والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبتا بالإسلام وبنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يعني ايه أو إذا كان الوفد جاي عشان بس النبي يعرض عنه من الإسلام فلازم في خطبة بتتقال من الوفد اللي جاي بينها وواحد يخطب فكان النبي بيقوم قدامهم واحد برضو لازم يخطب هم يخطب وإحنا لأ فكان بيقوم ثابت ابن قيس ليه ما كانش بيقوم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مع أن مثلا عمر الخطاب صوته برضو كان قوي جدا ما شاء الله واحد زي مثلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم صوته ما شاء الله كان قوي جدا جدا لكن ثابت ابن قيس كان بيجمع بين كوة الصوت وبين البلاغة وكوة التأثير في الخطابة يعني لما كان يقف يخطب كان الكلمة بتاعته كان تهز اللي قدامه كلهم فثابت ابن قيس طبعا صوته قوي جدا فكان بيرفع صوته فوق صوت النبي بلا قصد يعني هو ما يقصدش هو مجرد مثلا واقف عمال بيقول يعني أنا مثلا بتكلم معك بقولك حضرتك وبنتكلم وبنقول فبتكلم صوت وقت نعم لما يجب في خب الجمعة بقول إن الحمد لله يعني طبيعي جدا الخب قام يخطب كان يحمره إذا خطب حمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته حتى كأنه نذير حرب يقول صبحنا ومسانا إلى غير ذلك مما وصف عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب فثابت ابن قيس كان صوته قوي ومؤثر فهو أول منزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال بس خلاص كده إلى إيه أنا رحت في خبر كان أكيد مدام أنا بعلي صوتي أكيد أنا حابط أعمالي وأنا كده خلاص داخل النار ويعرتني معلت صوتي في يوم الأيام ورح حابس نفسه في البيت حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما ينسى حد أبدا عمره ما ينسى حد من أصحابه أبدا ولا من أمته أبدا فكلم ما يصلي وبعد ما يصلي يسلم يستدير ويتفحص وجوه الصحابة ويبص مين اللي غايب ومين اللي حاضر لو لقى واحد غايب في وسط حشود الصحابة دل كلهم كان يقول أين فلان ابن فلان فالمرة دي النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس فقال أين ثابت ابن قيس فلعنش موجود فقال من جاره فقال سعد ابن معاذ أنا يا رسول الله قال هل به من بأس هو كم مريض ولا حاجة حتى ما بيجيش يعني قال له ما علمت به من بأس يا رسول الله قال له طيب اذهب إليه وكله لماذا لا تأتينا فذهب إلى ثابت ابن قيس ورحمة خبط عليه إيه ثابت إلا حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لماذا لا تأتي إلينا فقال شر يا سعد والله لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار طبعا ما على الرسول إلا البلاغ سعد ابن معاذ قال لثابت ابن قيس إما قالت النبع السلام وراح واخد المقالة بتاعت ثابت ابن قيس ولا جع بيها للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ده هو حبس نفسه البيت لأن الآية دي لما نزلت هو طبعا كنصته عالي هو بيخطب فظن أنه قد حبت عمله وأنه من أهل النار أروح أقول له يا رسول الله قال ارجع إليه فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شو بقى نعمة وجمال وعظمة الوحي بقى ولذلك أمو أيمن رضي الله عنه ورضاه في الحديث اللي رأوا مسلم أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن قالت بقى إليه لأبو بكر وعمر هيا نذهب ونزور نصول صلى الله عليه وسلم كما كان النبي يزوره يعني بيقول أبو بكر وعمر بيقول له يلا نروح نزور أمو أيمن زي ما كان النبي بيزورها قال له يلا فلما راحوا لأمو أيمن أمو أيمن بمجرد ما شفتهم راح ببكت فبكى أبو بكر وعمر وقال لها أبو بكر يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله انت زعلانا ليه هو انت فاكر أنه إحنا كنا يعني ممكن يكون عندنا حاجة للنبي أفضل من اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا هو اللي بيكرمه ده حبيب المولى عز جل سبحانه وتعالى فقالت لهم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي شوف زكاء بقى هذه المرأة قالت ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء الوحي كان كله خير فلان أزنب فيأتي الوحي بتوبة المولى عز جل على هذا المظلم يأتي الوحي ليخبر النبي أن فلان من أهل الجنة يأتي الوحي ليخبر أن فلان الجنة تشتاق إليه يأتي الوحي يخبر أن فلان سيدخل الجنة بغير حساب والعذاب وحي كله خير فبتقول له أبكي لانقطاع الوحي من السماء فبمجرد ما سعد ابن معاذ قال للنبي يا رسول الله إنه يقول إنه من أهل النار لأنه يعل صوته بمجرد ما قاله جملة ديت كان جبريل عليه السلام نزل من فوق سبع سماوات وأصر للنبي في أذني يا رسول الله قل له يذهب إلى ثابت بن قيس ويقول له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة الله أكبر فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر بشرة لا تقوم لها ولا توازيها الدنيا بما فيها فذهب سعد بن معاذ وقالت يا ثابت بن قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة ويا سلام بقى حبيب قلبي لما الواحد يكون عايش في الدنيا ويبقى عارف إنه هو من أهل الجنة تخيل حضرتك وتخيل حضرتك وإحنا ماشيين كده في الدنيا ديت ماشيين بنتحرك ماشيين في أرض الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم يقين أننا من أهل الجنة شيء يفوق الخيال فثابت بن قيس من شدة الفرحة حبي يسمعها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طبعا لحد كده رواية البخاري ومسلم تنتهي تيجي بقى رواية عند أحمد بسند صحيح إن ثابت بن قيس عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل يا رسول الله طبعا أرضى فعاش حميدا رضي الله عنه أرضاه ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قدي إيه لما بتتعايش مع أسباب النزول عشان كده قلتلك إنك يعني لو هتتابع الحلقات دي تابعة من خلال كتاب أسباب النزول كتاب الجديد اللي عمله ليه بقولك كده لأن أنت من خلال حتى صلاة الترويح وصلاة اللي التهاجد فيما بعد اللي بعينوها في آخر رمضان وخبالك ومن خلال الصلاة كلها وإنت بقى أعمال بتقرأ في أسباب النزول يعني أنت النهار ده مثلا هتقرأ مثلا في الجزء رقم مثلا أربعة أو خمسة أو تمانية أي جزء شوف في كتاب أسباب النزول في الجزء الثامن كام سبب نزول نزل في بعض الآيات اللي في الجزء الثامن اقرأ أسباب النزول لما تقف خلف الإمام وانت عارف تفسير الآيات وعارف أسباب النزول تؤثر جدا جدا في درجة خشوعك وفي درجة إقبالك وفهمك للكرآن والآيات الكرآن وخشوعك في الصلاة تتأثر جدا جدا بأسباب النزول قد إيه الأدب شيء لا يخطر على قلبه بشر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه شيء جميل جدا ولذلك شوف أن الصحابة رضي الله عن المرضام كان يأتي الأمر والله العظيم لا يتنعثم أحد منهم ولا يؤخر أمر النبي لحظة واحدة أبدا لا يمكن يرفع صوته فوق صوت النبي ولا يمكن يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤى داود بسنة دين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأهم حاب يتكلم الصحابة فقالوا هو في المسجد فقال اجلسوا ابن مسعود كان وقب برا المسجد في عزة الحر وطبعا حضراتكم عارفين حر مكة والمدينة وده إمتى بقى يعني ده قبل الرخام ده أو المظلات يعني ده أيام ما كانت صحرة فإذا بابن مسعود يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج المسجد فجلس في الشمس المحرق الحد أما النبي خلص كلامه كله فلما أراد النبي أن يخرج وجد ابن مسعود جالسا في الشمس فقال ما حملك على هذا يا ابن مسعود قال سمعتك تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض هذا السبب من أسباب النزول وهذه الأخلاق الحميدة عند أصحاب النبي ولكن بعد هذا الفاصل صلى على حقيقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي يعني فعلا محتاجين أن نحن ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي ومحتاجين أن نحن ما نرفعش رأينا فوق رأي النبي نرفع دايما شعار لأي حاجة نسمعه والأي أمر بنسمعه من المولى عز وجل أو من رسولنا صلى الله عليه وسلم نرفع شعار دايما سامعنا وقطعنا وأي نهي يأتينا من عند الله أو من عند رسول الله نرفع شعار سامعنا وانتهينا الإنسان في حياته الشخصية لما بيحب حد يقول لك عمر ما أقدر أكسر أمره الزوجة لما تحب زوجها مهما يأمرها تقول له عمرك على عينه وعالرأس ما أقدرش أكسر كلامك أبدا طالما طبعا في طاعة الله مش في معصية الله سبحانه وتعالى أو في أي شيء من المباحات لما واحد يكون بيحب صديقه ويقول له إلا أنت بالذات ما أقدرش أكسر كلامك لما تلميذ بيحب شيخه بيقوله ما أقدرش أكسر كلامك طيب لما إنسان يحب النبي ليه بيكسر كلامه يبقى أنا لما أسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن أنا أمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة وعلى راسي يعني أن النبي يقول كلمة وأنا لابد أن أنا أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيانا بتبقى أن الإنسان كداعية ممكن يكون تعبان شوائية ساعات ممكن يجي له ظروف صحية إلى غير ذلك علم الله سبحانه وتعالى فعزم الواحد بيكون تعبان ويكون عنده ألم شديد جدا جدا إلا إنه بمجرد بس ما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية والله لو أنت فعزمه تقوم وتوصل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دي المسألة أن أنت لازم تكون على طول قدام عنك كده أوامر النبي وأوامر ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد أن أنت بتمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا متخيل لو واحد لحد الآن ما بيصليش والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني وأصلي لو إن النبي هو اللي قابله ووقف قدامه وقال له ابني حبيبي بتصلي ولا لأ طبعا ممكن لازم يكون صريح معا لأنه عارف أنه لو لو ما كانش صريح معا الواحي هينزل ويخبر النبي من الشاب دول بيدحك على النبي على السلام أو ما بيقولش كلام الصحيح يعني ما هوش صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم فهيقوله لأ لو إن النبي أمره أنه صلي هلي قدر يكسر أمر النبي أنا لا أتخيل لا أتخيل المسلم والله لو كان حتى بيشرف خمر شفا دي وأكسم لكم بالله حتى لو كان الشاب ده بيشرف خمرة أو كان بيفعل أي شيء وقابله النبي يعني النبي ليه ما كان في قلب المسلم أيا كان مسلما طائعا أو عاصيا النبي ليه قدر وما كان في قلب الناس شيء لا يخطر على قلب بشر فلما النبي يقبله ويقوله هتصلي ولا مش هتصلي إبني طبعا سمع نوطع يا رسول الله هصلي إن شاء الله من إمتى من دلوقتي حالا طب بالك لو قابل واحدة مش لها بسح جاب وقال لها بنتي أنا نفسي أفتخر بك يوم القيامة وانت جاي عندي على الحوض علشان أخذ من حوضي وشربك من إيدي شربة واحدة عارف يا بنتي لو شربت شربة دي من إيدي لن تضمأي بعدها أبدا النبي قال كده كما عنده مسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من الثلج وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا رسائل كثيرة بالمئات والألاف بتيجي للواحد من أباء وأمهات بيشتكوا من عقوق الأولاد خصوصا في الزمن ده الحقيقة الزمن دوت لإني طغط عليه التكنولوجيا والماديات وشباب الإطالع جديد شباب طيب قوي قوي وشباب في خير كتير قوي بس الدنيا الدنيا بقى رتمها سريع قوي الدنيا بقى رتمها مزعج قوي قوي زياد عن اللزوم فكتير منهم مجغول لدرجة أنه مش فاضي حتى يقول كلمة حلوة لأمه أو أبوه مش طبعا دي طهمة لكل الشباب إنما بعض الشباب مجغول بالدنيا ومصالحه ومشغله ومشاريعه ودرساته إلى غير ذلك لكن أبوها تنسى في زحمة الحياة أمك وأبوك اللي أم أغلى حاجة بعد النبي والصحابة وبعد ربنا طبعا صبحانه وتعالى أمك وأبوك لو إنك أنت كنت عاقليهم والنبي قبلك وقال لك يا ابني اسمع كلامي بر أمك وأبوك ضل طريقك للجنة وبيقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة تقدر تكسر كلامي بتقدر ترفع صوتك فوق صوت النبي طيب ليه أنا بقولك الكلام ده كله بقولك الكلام ده كله عشان أوضح لك مسألة مهمة جدا إن كنت أنت لما هتقابل النبي لا يمكن تكسر كل ما قالها النبي لأنك هتستح من النبي فمن باب أولى لو أنت بتحب النبي فعلا اسمع كلامه ومش قدامك بل بيوصلك كلامه من خلال العلماء وأهل العلم وطلبة العلم والمشايخ والدعاء والوعاظ بيوصلولك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل شيء في المسلم إنه لما يحب حد يسمع كلامه وهو غايب لأن سمع كلامك ليه وهو غايب أعظم ألف مرة من إنك تسمع كلامه وهو حاضر يمكن أنه هو حاضر تستحي منه إنما لما تكون بتسمع كلامه وهو مش قدامك ده معناه إن أنت بتعظم هذا الإنسان وبتوقره وبتحترمه وتجله هي دي المسألة اللي أنا عايز وصل لها إن إحنا إوا حد فينا يرفع رأيه أو كلامه أو صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي فيه برامج اللي تكشو اللي انتشرت على الفضائيات تلاقي محاورات كثيرة جدا ومنظرات كثيرة جدا بالناس بيتكلموا يعني نهاردة قدرا بقلب كده على إحدى القنوات بدون ذكر اسم القناة فجأت بواحدة مسلمة لكنها تنكر تماما تنكر تماما سنة النوع السلام من الألف للياء وهي بتقول أنا مسلمة وبحب ربنا وبحب النبي لكن أنا غير معترفة بالكلام ده خالص والإسلام ظلم المرأة وظلم وظلم ومش معترفة بحاجة خالص هذه الإنسانة يعني يا رب يهدر جماعة يا رب لأننا إحنا ما بنيديشها لحد الحمد لله بنيدعي لكل ناس بالهداية يا رب ربنا يهدينا كلنا يهدينا إحنا نفسنا سنة تفتكروا أننا فوق الهداية بالعكس ده ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كل يوم 17 مرة في الفرائد من غير الرواتب والنوافل يقول إهدينا الصلاة المستقيم أي ثبتنا على الصلاة المستقيم فمن باب أولا أننا نطلب والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه كما جاء عند الترمذي بسند صحيح لهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه فكلنا محتاجين ربنا يهدينا ويثبتنا شكرا ما تيجي تقول له واحد ربنا يهديك يقولك أنت شايفني متشيطن يعني لشن لا بالعكس أنا لما ديالك بالهداية دي دعوة جميلة جدا بس لا تقتع على سبيل السخرية يعني ما جيش له واحد كده وقوله أنت بقى ربنا يهديك معناها إيه؟ معناها أنت أسوأ إنسان أنا شفته بحياتي وربنا يهديك إنما لما أدعالك كده ربنا يهدينا ويهديك ربنا يثبتنا وإياك على الهدى يا دعاء جميل لكن لا يخرج في مخرج السخرية والاستهزاء بالناس فإحنا محتاجين إن إحنا نوقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش فيه نرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آثرت النهاردة إن أنا ما في كلكمش أمثلة كثيرة جدا وإن أنا ألقى الأمر ده على أرض الواقع ونتناقش على أرض الواقع ونتكلم ونشوف قدي حبك كمسلم بيقودك إنك بمجرد ما تسبع الكلام ده قاله النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي بقى وظيفة الدعاء إنهما الدعاء المفروض إنهما يتعبوا شوية ويكدوا ويكدحوا شوية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في إنهما ما يوصلوش للأمة إلا الأحاديث الصحيحة والحسنة فقط مش نقعد نوصل للناس بقى الأحاديث الضعيفة والموضوع والأحاديث التي المجذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والناس تحفظ الأحاديث دي وفي الآخر يجي عالم تاني ولوم الأحاديث دي مجذوبة وطب يصدق مين فليه نحط الأمة في الحائرة دي ما نخلينا كده نتعب شوية ونجمع الأحاديث والحمد لله ربنا يصل لنا الأمور عندنا البخاري ومسلم فإلا منجد الحاديث في البخاري ولا مسلم عندنا الحمد لله الأحاديث التي نقحها الشيخ الإمام العلامة الشيخ الألبان الله يرحمه رحمة واسعة ونشوفه الحمد لله يصل لنا الأمر ووفر علينا جهد كبير جدا في أن احنا نبحث عن الحديث الضعيف أو الحديث الحسن أو الحديث الصحيح الأمر بقى ميسور جدا الحمد لله رب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم هدت في هذه مسألة كما عند البخاري فقال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ بقعده من النهار احنا في أشد الحاجة أن احنا نوقر أمر النبي ونعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون شوف ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يا جماعة الإنسان مدام ربنا الحاجة أو نبع السلام الحاجة ما هو ما يطع الرسول فقد أطاع الله فمدام الأمر جاء من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا يسعني مسألة القابول أو الرفض أنا خلاص أنا عبد أنا وظفتي في الدنيا حباب قلبي إن أنا أكون عبدي لله سبحانه وتعالى وإن أنا أكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفعش أن أنا أقول في ده آه وده لا ما ينفعش أن أنا أناقف أحكام ربنا سبحانه وتعالى بل علي السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدقوني أسعد شيء في حياة العبد المسلم إنه يذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدش ينطقي وما يعدش يرفض داوي لان ممكن الانسان ينسالخ من الايمان شعره شعره وحبه حبه لو انه رفض امر المولى عز جل مرة وامر النبي مرة واستنكر هذه المسألة مرة واستنكر الحديث ده مرة وبدأ يشعر ان الشرع ده لا يناسب هذا العصر كل هذه الامور عيازا بالله ممكن تسحب الايمان من قلب العبد شعره شعره لحد ما يجي عليه وقت يلاقي نفسه ضاع وضيع كل حاجة جواه ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب العالمين الثبات على الايمان والهدى وان ربنا سبحانه تعالى يثبت الايمان في قلوبنا ويرزقنا نعمة الهداية والتثبيت والتوبة الصادقة وان ربنا يحشرنا يوم القيامة مع سيد ولدي آدم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ان شاء الله بكرة اجازة ونلتقي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مع آية وحكاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة